قام محافظ أبين الواركون أبو بكر حسين سالم ومعاه مدير صندوق الاجتماعي للتنمية غازي أحمد علي بزيارة لساحة الشهداء بمدينة زنجبار حيث اطلع على ما تم إنجازه من أعمال فنية وهندسية وعمرانية في إطار جهود السلطة المحلية لعادة تأهيل هذا الصرح الحضاري والثقافية الذي تعرض للدمار والخراب خلال السنوات الماضية بفعل حروب العصابات الخارجة عن القانون والإرهابية ومن الشرحوث الانقلابية المتمردة وأشار المحافظ إلى إمكانية المساعدة في تمويل بعض المشاريع الصغيرة في الساحة في إطار الدور التنموي الرائد للصندوق الاجتماعي ومنها الاستفادة من تجهيز بعض المواقع في مساعدة ذو الإعاقة الخاصة وأجرح الحرب وغيرها من المشاريع في البنية التحتية لاستكمال تأهيل كافة مشاءات ساحة الشهداء وإعادة الحياة لها خصوصا المتنفسات للأسر والطفولة